الدستور الدستور لم يضبط أجلا لسن قانون المحكمة الدستورية ولا لتعديله بالتالي كل حديث عن الآجال هو في غير سياقه الآجال تخص إرساء المحكمة الدستورية مش التقنين في مجال المحكمة الدستورية فكل ذلك الحديث الطويل عن الآجال ومن باب أولى عن الختم ما نجمش يكون تعليل لرد ولهذا اعتبرت أن تعليل الرد لم يرد إلا في الفقرة الأخيرة اللي فيها سطرين تقريبا في آخر الرسالة اللي الملخص متاعها تقريبا هناك أمور كثيرة أعلمها وليس هذا مجال الحديث في شأنها والأكيد أنكم تعلمونها ولذلك أرد إليكم هذا المشروع اللي هي تقريبا كنت قرأ الجملة ليس فيها أي مضموم كلام مبهم شكلا ينجم يعتبر أنه ثم تعليم لكن في المضمون الأصل فيه أن نواب الشعب وقت يقرؤ الرسالة هذه يعرفوا الرئيس أعليش أرجع الرسالة هذه فضلا على هذا في وسط الرسالة تقريبا بعد كبيات الشعر يقول ولن يتم التطرق إلى التعديل المتعلق بحذف تباعا معناها هو من الأول جاء قال هذا يرمش ماذا نحكي عليه بعد تحدث في مواضيع أخرى لا علاقة لها بموضوع الرد ثم جاءت الفقرة الأخيرة اللي تحدثت عليها ولهذا أعتقد أنه شكلا بشيء من التعصف ينجم يقول ثم التعليل ولكن واقعيا الغرض من التعليل مش مسألة شكلية الغرض من التعليل هو أن يبلغ رئيس الجمهورية للنواب ومن خلالهم للشعب السبب الحقيقي الذي جعله لا يختم نص القانون التقنين اللي يخص المحكمة الدستورية ثم جزء منه يلزم يكون سابق للإرساء اللي هو القانون الأساسي اللي تعملها داك عدد خمسين لسنة تلفين وخمستاش اللي بناء عليه ستبنى لمحكمة الدستورية انبعد هل أنه عندنا أي مانع بش في أي مرحلة أخرى من التاريخ نعدلوه القانون هاك مع أنه حتى مانع فقط يلزم نكي نعدلو ما نخالفوش مختضية الدستور ولكن ما عندنا حتى ظابط زمني أحنا القانون اللي ينظم إرساء المحكمة الدستورية موجود جاء تعديل عليه ما نجمش يقولي لا نرجع هذايا لأنه خارج الأجال أنا أجال لا توجد أجال للتقنين ونحب نقيس بالمجلس على القضاء المجلس على القضاء اصدر القانون المنظم له في سنة 2016 وتنقح في سنة 2017 قبل أن يتم إرساء المجلس على القضاء كانت تذكره في تدقيق صغير يتعلق بشكون عنده الصلاحية للدعوة للجلسة الافتتاحية إذن تم التنقيح بمعنى آخر تم التقنين في مجال المجلس على القضاء قبل أن يتم الإرساء وما كان حتى إشكال في ظاهره يمارس حقا ولكن التلميحات اللي في الرسالة هي الأخطر أنه عندما يقول رئيس الجمهورية ما معناه أن إرساء المحكمة بات من الأمور المستحيلة الآن ثم في نهاية الرسالة وهذه لعلها الأخطر يقول لن أختم إلا بعد التحقق من الاحترام المقتضيات الدستورية هذا يوجد خلط لماذا؟ احترام المقتضيات الدستورية إذا ثم تجاوز ليه ثم عدم احترام المقتضيات الدستورية لا يمارس حق الرد ويكون مخلب اليمين امتاعه لو كان ثم مخالفة للدستور وهو يمارس في حق الرد لأنه وقت اللي يكون ثم مخالفة المقتضيات الدستورية تمشي للهيئة متاع مراقب دستورية وقتها رئيس الجمهورية فكالسبع أيام الأولى يطعن أمام الهيئة مراقب دستورية وقتها ما عادش المشكر يلندران المجلسي لمهم يا واحدة وثلاثين ولا لا كل هيئة ترجع تقول هذا غير دستوري انتهى غير دستوري ما عاش في حديث إذنه من واجبه كساهر على احترام الدستور إذا كان فيه مساس بالمقتضيات الدستورية ما هو شي يمارس حق الرد وإنما يقوم بالطعن أمام هيئة مراقب دستورية نفس الشيء وقت اللي انرجع لك القانون بعد ممارسة حق الرد الدستور واضح يقولك إذا كان تمت المصادقة عليه بنفس الصيغة ما عاش عندك حق في الطعن بالدستوري وما عاش عندك حق في الرد يزمك تختمه إذا كان بصيغة مختلفة وقته عنده الحق إذا كان يحب طعن فيه بدستوري ما نصلش هذه الدرجة من التسليم أنا أعتقد أن هذا الفهم المتبنى فيه معناتها جوانب مجافية لنص الدستوري وروحه ولازلت أأمل أنه السيد رئيس الجمهورية يعني ربما حتى نقول يكذب التوقعات الناس اللي قرأت الرسالة وحاولت تفهم ما وراء الرسالة بيودي أنه السيد رئيس الجمهورية يتصرف في المجال هدايا بمسؤولية ما مرسه إلى حد الآن وحق الدستور بالتالي ما يقولوش لو خرق الدستور الآن لا هو قاعد يمارس فيه آلية دستورية ما يأتي بعدها إذا كان فيها أي تجاوز أو خرق لن نتدخل جهداً في الدفاع عن الدستور وإعلان ذلك للناس أنه لو ثم خرق للدستور القراءة متاع بن ضفرين كانت قراءة تآمرية لإرساء المحكمة الدستورية أعتقد ما عندهش سندة قوية ليش إذا كان التخوف هو موضوع إعفاء رئيس الجمهورية إعفاء رئيس الجمهورية قرار خطير جداً شي يتطلب يتطلب أولاً ثم مبادرة من أغلبية أعضاء المجلس 109 اقتنعوا 109 من نواب الشعب اللي انتخابهم الشعب اقتنعوا أنه رئيس الجمهورية ارتكب خرقاً جسيماً للدستور باه ومن بعد يلزم يصوتوا على الشيء هذاك ويصادقوا عليه الثلثين الثلثين أعضاء المجلس الـ 145 مقتنعين بأنه ثم خرق جسيم للدستور ولا يكفي ذلك يبعثوه المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية تصادق عليه بأغلبية الثلثين باه هذا يظهر اللي كونه راه المسار هذين من الجمش يكون نتيجة حسابات ضيقة ما بين حزب ولا ثنين ولا ثلاثة وتفاهموا مع بعضهم ما يخلطوش وما يقدروش وما ثمش عليش تخاوف منه بالنسبة للأغلبية داخل المحكمة الدستورية اللي هي أغلبية الثلثين رئيس الجمهورية نفسه سيعين أربع أعضاء المجلس الأعلى القضاء سينتخب أربع أعضاء مجلس هذا معناها اللي كونه إذا كان حد يتصور اللي هذا الكل في رؤية تآمرية صعيب شوي صعيب أنه وصلنا في بلادنا يخاططوا استراتيجي من عام 16 ولا من عام 18 وهم حطين برنامج إذا ثم حد اطلع رئيس جمهورية هاو كيفش معنات الحقيقة ما يقبلهش العقل بالتالي إرسال محمد الدستورية راه هو الضرورة لاستكمال مؤسسات الدولة هذه مؤسسة أساسية في الدولة في بناء الهيكلة الكاملة بتاع الدولة ما عنده حتى علاقة ما عنده حتى علاقة بها التخوف هذا ولكن في النهاية لا حصانة لرئيس الجمهورية إذا حصل ذلك فالدستور هو الفيصل لكن ثم معطى آخر يأكد اللي هالرؤية التأمورية أو التوقع التأموري هذا ما نجبش كون صحيح اللي نحن نتحدث على إرسال المحكمة الدستورية إرسال المحكمة الدستورية ما معناه؟ رأو ما معناها مجلسنا بالشعب ينتخب أربعة يلزم مجلسنا بالشعب يفض مشكلته ينتخب أربعة ليه ينتخب من بالثلثين خطرة تعديل هذا الذي تم رده حتى لو أنه تختم ما ينطبقش إلا على ترشحات جديدة بالتالي مجلسنا بالشعب ما زال مطلوب منه ينتخب بالثلثين بالمياه وخمسة واربعين كمّل الثلثين متاع لتتعدى المجلس على القضاء إلى حد الآن الأليم متاع الترشحات والترشيحات مش مضبوط بدقة ثم تنصيص قانوني ولكن ربما بعض التفاصيل تحتاج إلى النظام داخلي أو قرار في المجلس يرتبه ومن بعد يجي التصويت اللي هو أيضا بأغلبية معزة في مجلس لعلى القضاء ومن بعد يجي الاختيار من رئيس الجمهوري من بعد يتلموا النسة ذو ملطناش يقولوا مع بعضهم يأدوا اليمين ويسميهم رئيس الجمهوري ومن بعد يجتمعوا وينتخبوا فيما بينهم رئيسا ونائب رئيس وقت هالنجم نقولوا تم إرسال المحكمة الدستورية يعني هذايا كل يوم نفضوا المشكل اللي عندنا في مجلس نواب الشعب وننطلقه راهوا يحبنا تقريبا 16 إلى سنة أخرى بش المحكمة الدستورية والد نجم تخدم فأنا أعتقد أن هذا الإصرار كان له مثيله حتى في المدنية بيساق وعقد التوافقات وأفضت تلك التوافقات إلى إفراز عضو وذكروا حاجة لكونوا في الدورات الانتخابية التي تمت في المدنية بيساق وعندما كان لديه وصل لجاب 143 وأظن المرة 144 ما معناه؟ معناه لم يتم توافق ولكن نقص شوي برك بالتالي لم يكن ثم إصرار عقدت عديد الدورات والمجلس نيبي هذا نفسه نحن 16 جويلية ليست أول مرة تحلل ملفها 16 جويلية كان ثم جلسة الانتخاب عضوة المحكمة الدستورية وكان ثم توافق من الكتل الجلسة اللي ادخلت فيها كتلة أربكت المجلس واحتلت المنصة وقالت ما ثمت جلسة اليوم من أجل تعطيل المحكمة دستورية الحديث على أنه ثم التوافقات تمت فأنا متعرض هذا لا علش خطر التوافقات رأو مش أنا وحدي فيه التوافقات فيها على كل سبع نواب واحد وحتى النواب اللي مش منتميني لكتل يلموا بعضهم سبعة ويجيبوا واحد وبل صار فيه تسامح أكثر مع الكتلة الديمقراطية نذاك اللي كان فيها سي منجي سمح لهم بعدد المقاعد مش بعدد لاش خاص فكان شي عمل يدخل سي المنجي ياخد تدخل يخرج هو في نفس النقطة يقعد واحد آخر على الكرسي يعطي تدخل ومع هذا كان ثم تسامح لأنه ثم بحث على أكثر ما يمكن من التوافق بالتالي حاجة كهكة ما تنجمش تكون ثم توافق وأنا معناها نومت الجميع ودسته تحت الطاولة ميجيش وفي بالي دستور هذا نفسه سيمونجي صوت عليه وبعده مش يقبل في سلاح بيبلوز فموش اليوم بش يندم هو على المسار هذاك يحاول يبحث على حلول أخرى بالتالي هذا ملف واضح اللي كان ما تم تم وفق مقتضيات النظام الداخلي آنذاك ومفي حتى إشكال الدستور هذا مفخه وهو بيه وعليه وكل شيء أنا نقول معناها الحمد لله أنه عندنا هذا الدستور هذا واللي فيه الكثير من الكوابح اللي لو لاها لعاودنا الانحرافة بسرعة إلى الحكم الفردي وحكم الاستبداد أعتقد أنه ما أريد من الدستور من أنه يحول دون عودة الاستبداد ويحول دون عودة حكم الفرد ناجح فيه الدستوري لحد الآن والدليل أنه الناس اللي تحب تتجاوز هي اللي قاعدة تشكي تقول آه كيف يلا النص اللي تحب تحترم الدستور تقول ها هو غير مستعمدل آج نحترموه الناس اللي تحب تتجاوز هي اللي متقلقة وعادي الدستور مجعول باش يتصدق للناس اللي تحب تتجاوز ما نخلطوش الدستور بالقانون الانتخابي علمش على خاطر القانون الانتخابي بالفعل انا اعتقد انه فيه اشكال قانون الانتخابي الحالي هذي كان يصلحوا لمجلس تأسيسي من اجل التمثيلية لأكثر ما يمكن من الاصوات والاراء لان باش نكتبو الدستور مش لخمسة سنين باش نكتبوه لعشرة سنين فماذا بينا اكثر ما يمكن من الاراء ممثلة وتتشارك مع بعضها وصلنا لانه ميتين نايب من ميتين وستاش قابلين به هذا في الدستور فيما بعد دخلنا الحكم التنفيذ في التنفيذ نحتاجه الى اغلبيات واضحة وهذا كعليش نظام التمثيل النسبي وباكبر البقايا لا يمكن ان يكون نظام مساعد على الحكم وعلى المسئولية لانه حاجتين ما نجمش يحكم وفي نفس الوقت ما تنجمش تسائله تقولوا انت المسئول على الفشل هذا لانه ليست له الاغلبية التي تسمح وضروري جدا فيما اعتقد انه يصير تعديل لنظام الانتخاب عندنا بما يسمح بافراز اغلبيات واضحة قادرة على ان تحكم وقادرة على ان تسائل وبالمناسبة اعتقد انه التحوير يقتضي ان يشمل ايضا حتى المحطات الانتخابية المحلية بمعنى كينحور لانه نفس النظام اخذناه في البلديات وافضى تقريبا الى حالة من الارباك قريبة مما هو موجود في السلطة التشريعية نتيجة التشتت الكبير نلقى مجلس بلدي فيه ثلاثين واحد ولكن الكتلة الكبيرة كان طارت عندها ستة ولا سبعة والبقية شوي شوي مهوش مهوش وضعية اللي تسمح بانه طرف يتصدى للمسئولية ويحاسب عليها